أعلنت السلطات الأوكرانية عن تعرض مناطق جنوب البلاد لقصف روسي كثيف استهدف ميناء ميكولايف وقرية ساحلية قرب أدسة وقال عمدة ميكولايف جنوب أوكرانيا قال إن القوات الروسية شنت قصفا جويا استهدف البنية التحتية لميناء المدينة وأوضح المسؤول الأوكراني أن روسيا كثفت خلال الساعات الأخيرة من ضرباتها صاروخية على مناطق جنوب أوكرانيا من جهة البحر الأسود